موسيقى أول قرار كانت المغربة يأخذ عزيزة أخنوش لكلفه الملك بتشكيل الحكومة جديدة هو أنه يدبر عشي برامة قمط ممزيان بشي تقوم بذيك البزولة وذيك الرضاعة اللي كيرضعوا منها السياسيين من الوزارة وبرلمانيين ومنتخابين للوحدات الترابية وأقصد هذك الريع وهذك التعويضات الشهرية لتنفخات في العهد للبي جي دي حيث أول قرار أخذه بالكيران من نجا هو أنه يشد يعني ذيك القرار ذيك الريع وهذيك الرضاعة اللي كيرضعوا منها السياسيين وزاد فيها الحليم وضاحف من المبالغ الشهرية اللي كيتقضوها يعني العمداء ذي الموندون ورؤساء الجماعات ورؤساء الجهات إلى آخره هذا هو علاج قلنا بأنه أول قرار كيدسنه المغربة من الأخنوش وأنه يتقوب هذيك القرار ويتقوب هذيك البزولة بش ينقص ذك الحجم دي الريع الفاحش اللي كي يأخذوها السياسيين وهذا ما نحن نتكلمونش من الفراغ وغضي نعطيه الأرقام بالحجة والدليل إلا أخذنا الجماعات المحلية يعني الحضارية والقاروية عدنا 1503 رئيس جماعة اللي همو النواب ديالهم هذي 1503 رئيس النواب ديالهم تيأخذوا في العام 155 مليون ديال الدرهم أما رؤساء المجالس العاملات والأقاليم اللي عدنا 75 رئيس تيأخذوا في العام 48 مليون ديال الدرهم وعدنا 12 رئيس تيأخذوا 30 مليون ديال الدرهم ولا نازد عليهم الوزراء يعني في الصيغة القديمة عثماني كان عدنا 24 وزير في العام كيأخذوا 28 مليون ديال الدرهم والنواب دي الغرفة الثانية اللي هم المستشارين عدنا 120 مستشار تيأخذوا 16 مليون ديال الدرهم أما الغرفة اللولة اللي فيها 395 نائب بررماني كيأخذوا في العام 151 مليون درهم كتنبشي لهم ولش معنا هذات الجرائم إلى الفضاعات لم يقوموا anlamه فبعد ذلك في الولايات الشريعية خمس سنين فسنتي تحалиص تخريباً في الولايات الشريعية تأخذ عن التقريبية 934 مليون مليون و Ex latitude 950 مليون 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 بردام و إن الولايات الشريعية العDBены ات 950 مليون 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 و إن المجتهف نتيب من الولايات الشريعية المغربة تعطيه كريع لهذا السياسيين جوجل مليار و 530 مليون دير الدرام يعني بالدريجة أو بالسنتيم عفواً مئتين وثلاثة وخمسين مليار دير السنتيم وهذا الشيء يجعلنا بأن المغربة أول قرار كيتسنا ومن العزيز أخنوشي يأخذه هو أن يتقوب هذا القربة ويتقوب هذا الردعة ويتقوب هذا البزولة إذا تقابع لجوج يعني هبط هذلك التعويضات وهبط هذلك الانتيازات والغنائم التي يأخذونها بوضي نوجه حق قسم العهد للجوج يعني في الولايات الشريعية هذلك الربحه 126 مليار أما إذا أعاد عقارب الساعة إلى ما قبل عهد البي جي دي يعني رجعت تعويضات كما كانت قبل 2011 وهبطها بخمسة المرات فعلا في الولايات الشريعية هذلك السياسيين وهذلك السلالة كلها ري الله هذلك يأخذوا 50 مليار دير السنتيم والربحه إحنا كم غاربة؟ الربحه 200 مليار دير السنتيم وتخيلوا معي يعني حجم الخصاص اللي كان في المغرب ونحن نعيش ضائقة دير كورونا اللي طردوا فيها العشرات دي الألاف مساكنوا في فقد المناصي دي الشغل والخاتمات الاجتماعية لا أحتاجوا إلى أن أتكلم على الرداء وعلى الكواريت اللي كان في السبيطرات واللي كان في التعليم واللي كان في الطرق واللي كان في القرى في الجبال إلى آخر أضيفي لذلك أن هذا العمل السياسي هو أصلا عمل تطوعي حيث الإنسان أصلا دي يجي عنده خدمة دياله عنده مقاولة دياله عنده راتب شهري أو رواتب متعددة إذن ما محتاش أننا نعوده نزيده يعني ندبحوا المغاربة وناخدوا من جيوبهم يعني الملايير باش ننسمنوا بها هؤلاء السياسيين الآن الكورة في الملعب ديالأخنوش ليصالح المغاربة مع السياسة من جهة وليكون رحيما ورؤوفا بالخزينة العامة عكس ما كان يعني الحال في عهد الحكومة ديالالبي جي دي بنسختها ديالبن كيران وديالعثماني اللي تعرضت للأشد عقاب من طرف الناخبين اشتركوا في القناة